حابين يعرف الاستعداد لقبل شهر رمضان أنا عارف أنتو بتبقوا يعني خلية عمل شغالة من قبل رمضان بفترة طويلة كمان وصولاً لهذا الشهر الكريم طيب الحقيقة بالنسبة لنا طبعاً رمضان يعني موسم عطاء وموسم فرحة ومستحيل يبقى بيحل علينا الشهر الكريم إلا ما يبقى كل رب أسرة يعني أولى بالرعاية مأمن احتياجاته من المواد الغذائية هدف تأمين الاحتياجات الغذائية للأسرة الأولى بالرعاية هدف كبير التحالف بيحرص عليه منذ انطلاق عمله في مارس 22 رمضان السنة دي هو رمضان التالت اللي بيهل علينا في وجود التحالف الفارق الواضح في مصار العمل الأهلي المصري بوجود التحالف هو التنصيق والتناغم ما بين كل كبريات مؤسسات العمل الأهلي ما بين أكبر عدد ممكن من المتطوعين لتحقيق الاهداف الكبيرة زي تلبية الاحتياجات للأسر الأولى بالرعاية طبعا تلبية الاحتياجات للأسر الأولى بالرعاية هدف يستحق التخطيط وحشد كل الطاقات وبالتأكيد الشغل كان بدأ عليه من بدري من خلال التناغم كمان والتنصيق مع كبريات المؤسسات الاقتصادية من خلال مسؤوليتها المجتمعية المتبرعين من توفير الاحتياجات الغذائية في ظل زبزبة في الأسعار للمواد الغذائية الرئيسية في الأسواق كل دا كانت تحديات الحقيقة بتقابل مؤسسات التحالف التغلب عليها ما كانش بالسهل لكن الهدف كان يستحق الحقيقة جهد أكبر من هنا التحالف دخل رمضان الكريم بيعطاء متجدد ما ننساش أنه فيه متغير جديد السنة دي ورمضان دا مختلف عن كل شهر رمضان في الفترة اللي فاتت وهو استمرار معاناة أشقاءنا في قطاع غزة وبرضو الحقيقة دا من سماء عمل التحالف أنه عنده قدرة على مواجهة المستجدات في الأزمات والكوارث على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي لتنفيذ توجهات الدولة المصرية بجدارة واستحقاق دون أن يكون دا كله خصم من أداء التحالف في الداخل وتحقيق أهدافه بشكل عام عشان كده رغم كل التحديات دي السنة دي التحالف مكمل ومستمر وبيزيد في أعداد المستهدفين زي ما حضراتكو ذكرتو نحن بنلامس العشرين مليون مواطن مستفيد من خلال دعم بكافة أشكال المواد الغذائية وزي ما حضراتكو ذكرتو كمان بالبداية كرتونة المواد الغذائية الجفة اللي بتكفي أسرة مكونة من خمس أفراد عند الحد الأدنى عشر أيام التوزيع اللي بيتم من عن طريق فريق كبير من المتطوعين على مستوى الجمهورية تنسيق وتعاون مع الجمعيات القاعدية تنسيق مع السادة المحافظين كلا في محافظته تنسيق ما بين قوة التحالف نفسها مكونات التحالف مؤسساته الكبرى التنسيق ده كله والشغل ده كله الحقيقة أعتقد أنه حيبقى سماره اللي بنشوفه تقريبا تقريبا في كل قرى ونجوع مصر النهاردة يعني لو حضراتكم كده بس حتى على صفحات التواصل الاجتماعي أو سيرش على اسم التحالف أعتقد أنه من بين عوامل النجاح أنه نتلاقى التحالف موجود تقريبا تقريبا النهاردة في كل قرية وفي كل مكان على أرض